كلامة محترمة وخلينا برضو نستعرض محضراتكم للتصريحات المختلفة وتحديداً لفيتوريا قبل مواجهة سيراليون هو قال كده أن مواجهة سيراليون صعبة ومختلفة عن اللقاء الأول أمام جبوتي هذا بطبيعة الحالة أن مفروض سيراليون أصعب من جبوتي احنا كلما بنتعمق أكتر كلما الصعوبة أكيد كمان فنين والتنافس بيكون أكيد أشد درجة كبيرة يعني بتكلم أن الخصم هو هدف قوي وأن هدفه أكيد الفوز في كل المباريات وإحنا كمان هدفنا أن نفوز وكل المنافسين برضو يعني هيكونوا على زي ما بتقال نفس المستوى فإحنا لازم نحن نضاعف برضو قوتنا والتركيز بشكل كبير جداً واتكلم برضو في نقاط مختلفة قال برضو أن احنا رأينا أشياء مميزة في منتخب سيراليون وبندرس هذه الأشياء باهتمام كبير جداً خيراً روح نتابع تصريحات فيتوريا ونرجع نكمل ماتش كان حالو لعيبة كان كابت لعب حالو بس هو يريد يستمروا على كده وأكيد هم عنده محسن من كده بتيك أنا شخصياً ما كنتش متوقع النتيجة دي يعني قلت أنا بدأي طبعاً أن احنا نكسب ومصر تكسب وكل حاجة كل الشعب المصر كده ولكن النتيجة الكبيرة دي أنا شخصياً ما كنتش متوقع النتيجة طبعاً مطمئنة جداً 6-0 المفروض كنا نجيب أكتر من كده ضيعنا أكتر من 6 زيهم وإن شاء الله هو المستوى كويس جداً محمد صراح وإنني مجموعة كلها بصراحة ما قدرش أقول بحدش فيه مقصر وخص بالذكر المدرب ممتاز مدرب الخطة بتاعته هجومية بحتة ودي مش شفناش في أي واحد تاني قبل كده بصراحة الأداء تحسن كتير قوي قوي فعلاً الفترة اللي فاتت والنتيجة مبشرة يعني إن شاء الله داي خلينا إن احنا بقى يعني في عشرين ستة عشرين نبقى موجودين بإذن الله صراح الفرقة سهلة وبسيطة ومش قد مستوى مصر ولا التاريخ الحضاري المنتخم المصري داي دينا فرصة إن احنا نجرب خطة تانية ولعبة تانية بس كنت أتمنى إن هو يعني يريح نقص لعيبة عشان ماتش سيرليون الحمد لله يعني كان أحسن داي احنا كنا دا اللي احتضابيون الأول ويا رب الأداء يكون كده برضو قدام سيرليون الماتش اللي جاي وفي كل التصفيات وعايزين حلمنا اللي احنا إن شاء الله نصعد ونوصل إلى الأبعد يعني مرحلة في التصفيات إن شاء الله رسالة المنتخب يعني يعني برضو الماتش دوت برضو مش مكياس يعني خلينا في الأحسن ومن خطش الماتش دوت وبالنسبة لتصفيات كاس العالم أنا شايف لها تصفيات سهلة يعني بيتأسل من الأول يعني أتمنى لموصلة بها في كاس العالم الثانية